اشتركوا في القناة من قناة الصحة والجمال في برنامج ابدأ بنفسك النهاردة زي ما فاطمة قالت في الحقيقة هنتكلم في حاجة مختلفة وجديدة جدا طبعا عارفين ان من ضمن الحاجات المهمة جدا الاقتصاد وعارفين طبعا انه عشان الاقتصاد يقوم لازم نشجع الاستثمار المصري والصناعة المصرية وده عشان نقدر نقوم به في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها الا وهي ان احنا ناخد بالنا من المستثمر الصغير علشان كده النهاردة في الحقيقة طبعا قبل ما خش في اي حاجة هدي بقى فاطمة هي اللي تتكلم وتشرح الموضوع اكتر النهاردة معينا حقيقي رجل الاعمال مصري بيشجع طبعا الصناعة المصرية اه عنده برند برند شربات اه برند ابو يوسف بنرحب به طبعا مش عرفنا ومنورنا انا بحضرتك انا بحضرتك فاطمة مش عرفنا والله لب انا اخليك ربنا عايزين بقى انا اعرف من حضرتك هل البيزنس ده كان وراسة مثلا عن الاب او الجد ولا ده كان حلم لحضرتك لا في الحقيقة انا بدأت بيه بنفسي يعني احنا انا يعني لقيت ان حلوة بدأت بيه بنفسي على اسم البلنامج طبعا هو كده بزاعة طبعا يبدأ بنفسك فعلا هو فعلا لازم بنقدم يبدأ بنفسه وما يدورش انا هبدأ من ورا مين صح انا لقيت ان منتج اشترابات نفسه طبعا احنا يعني لما بنسافر بره بنلاقي ان ليه فاشون وليه ديزاينات في كتير بره بس في مصر هنا حاجة معظومة ما كانش منتشر اوي فعلا مش منتشر وحاجة يعني مبتبعش في محلات كتير او مبتبعش كده كتير فبتالينا احنا نفكر ان احنا نعمل ازاي براند يكون في مصر طب الفكرة جات لحضرتك امتى وازاي بقى والله الفكرة زي يعني اوه زي ما انا قلتلك كده احنا كنا الحاجات دي بنشوفها بره ليها محلاتها وليها الفاشونز بتاعها والديزاينار وليها موضة بتنزل كل سنة فهنا في مصر يعني مكناش موجودة فجيت عادنا في فكرة قلنا لا احنا لازني بقى عندنا برضو في مصر منتج زي كده وينافس كمان الحمد للرب يعامين نهارده منتج بتاعنا بينافس براندات كي يعني كتير اوي كويسة وعالمية بسبب ان احنا عندنا هنا في مصر في قطن مصري كل الدينة بتدور عليه احنا مش مستخدمين اوه فقلنا احنا نشتغل على الحتة دي من حيث ان احنا عندنا في مصر قطن مصري نقدر كده نشتغل عليه هو الوحده ليه سمعيته وليه اسمه يعني دي من اهم المميزات اللي بتمايز البراند بتاع حضرته طبعا طبعا هو اول حاجة ان احنا كل المنتج بتاعنا قطن مصري بلاص كمان ان احنا لازم يبقى عندنا ديزاينات زي ما طبعا لو الكاميرا مثلا بتجيب معنا هتشوف الديزاينا اللي عندنا فعاد من الشغل اليوم يعني ديزاي ان ديزاي طبعا بكل الازواق اه طبعا بمجتملاتها خلينا يعني ناخد كده من الاول اه مراحل التصنيع اللي بيعدي عليها اه الشراب ده والله ايه مراحل التصنيع اه اسكريم اه كتيرة جدا وعاوز اقولك قبل قبل ما المنتج بيطلع كده لا يفنس كتير اه ورا الكواليس اللي هو يعني مثلا الشراب ده باول حاجة من اول غزل قطن بعد كده بيخش بيتصنع ان هو يطلع بالشراب ده طبعا بيكون فيه دزاينار مصري عايز اقولكم هنا فيه في مصر الناس دزاينار بتعمل حاجات حضرتك بتشجع سمع المصري بقى وكل حاجة فيها يعني الدزاينار والماتيريال وكله مصري طبعا 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 ما ينفعش ان احنا نفضل دايما دايما عاملنا نفكر هنجيب ايه من برا بيعملوا ايه برا عشان نعمل زيهم طبعا عايز عرف من حضرتك بدأت تصدير برا طبعا اللي يعني الحمد للرب العامل نهارده المنتج بتاعنا بيسافر فيه عندي السعودية وفيه العراق برضو والدين الاردن في اليمن الحمد لله نهارده هو الشرق الاوسط طبعا طبعا اه لسه طبعا ان شاء الله نخش في العالمية طبعا طب ايه الخطوات اللي حضرتك بتفكر فيها لتطوير بقى البراند الخطوات الجاية ايه ان شاء الله يعني الخطوات اللي جاية طبعا ان نحمي لازم يبقى عندنا طبعا اه فرع في كل مول كبير في العالم مبقاش بس على قد مصر وعلى قد محلات احنا بنودلها لا ده هو ان شاء الله احنا عندنا ان شاء الله هيكون فيه في كل مول عالمي عندنا اه البراند بتاعنا بيحمل اسم المنتج بتاعنا اهم حاجة كن بيحمل اسم مصري والصناعة المصرية والقطن المصري والجودة اللي عندنا اللي مش موجودة في اي مكان طب حضرتك لما جيت فكر في اختيار لاسم البراند ايش معنى بقى اخترت براند ابو يوسف الحتة اقول لكم يعني بتاعي ازاي هو يعني الحمد رب يعني من فضل الله الواحد انا كنت في الاول تاجر وكنت مسمع اوي بالاسم ده فالنهاردة فكرت ان انا اعمل براند لنفسي وحاجة النفس وانا ينفعش ان اكون مثلا اسمي كبيرتع عليه واجي اهده مرة واحدة وقول انا هسميه مثلا سي اي اسمي بالانجليش كده وقولنا لأ فقولنا لأ انا خلينا يعني زي مانا وعلى اسمي زي مقتدين بالزبط زي مانا بتقيت لان خلاص الناس كلها عرفتني وعرفت اسمي بالشكل ده ايه قصة بقى الهاشتاج اه اللي كان مكسر الدنيا الهاشتاج ده انا 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 عاوز اقول لك يعني الحمد لله هو ده اللي جابني عندكم النهاردة انا عاوز اقول لك الهاشتاج ده جيه قبل اي حاجة هو حب الناس والرس كريمة يعني النهاردة نتكلم ان العامل لازم يحبك ويحب البراندة قوي عشان خاطر يرفع لك هاشتاج بالشكل ده وانه هو يكون فعلا تريند سوشيال ميديا وكمان برضو طريقة المعاملة وطريقة البيع والشارع لما بيبقى العامل مرتاح نفسيا ويشتري من حد دي برضو بتفرق طبعا طبعا احنا عاوز اقول لك مثلا والله انا بتكلم بجد يعني حردك مثلا ممكن نقول مثلا من وسط مليون كوافر مثلا انت مثلا بترتاح الكوافر معين بترتاح انك انت بتجيبي الفاشون بتاعك من مكان معين قبل 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 هو بيبيع ايه لا انا انا حب المكان وهاروحه فانت روحتي خاص فهي بقى الحتة دي ان العامل ذات نفسه او اللي بتعامل معاك ذات نفسه هو يكون حبك وحاب التعامل معك ودي برضو بقى يعني دي اهم حاجة في الماركتك ما تشتغلش على المنتج بتاعك بس قد ما تشتغل على حب الناس لك وان هم يكونوا حابين التعامل بين حتة دي طيب حضرتك لما بدأت بدأت بقى بالحريمي واطفال ولا كنت بدأت في حاجة معينة لا لا بدأت بكولكشن كامل لان عشان خاطر انا ما هنفعش اجيلك من موديل موديل حاجة لازم نشتغل على قاعدة كبيرة هو الموضوع سهد بس لو احنا عادنا نفكر في الحاجات الصعبة بتاعتها يا بس كريم هنلاقي نفسنا احنا دايما يعني اصعب حاجة اللي هو اول اصعب اربعة بالزبط طبعا بالزبط فدي احنا لازم نعديها وبعد كده بنوصل بقى ان احنا لازم يعني خلاص بنشتغل على كذا حاجة اللي هو حب العميل ليك وانه يكون فعلا متفاعل مع المنتج بتاعك المنتج بتاعك خدمة ولا لا احنا كمان بنعمل حاجة يعني ودي حاجة يعني اقولك حاجة دي الحاجة اللي محببة انها الناس فيك اكتر انا مش بابية المنتج بتاعي للمستهلك بس لا انا بدي المنتج بتاعي لتاجر وتاجر بيدي لتاجر وتاجر بيدي لتاجر ودي بقى نقطة المستثمر الصغير اللي احنا بنتكلم عنه طبعا لازم تدعمه انا قادر اوصل للمستهلك وخلاص عبو خلاص على كده بس لأ لما كذا حد بياخد منك وبيكسب كمان احنا بنعمل عن ده لو انت كنت انتبعني اللي هو موضوع المسابقات دي كذا حد بياخد منك ايه بقى فكرة المسابقات دي عايزيني برضو نعرف اكتر ونعرف الجمهور عليها فكرة المسابقات دي اللي هو انا النهاردة عشان اخلي عميل يكون متواجد معي وبيحبيني انا لازم اكسبه انا زي ما قلتلك طب الجوائز عبارة عن ايه والله الجوائز عبارة عن اول حاجة حب التيم لبعضه انا لما بياخد مني عميل وعميل تاني وقصاده اللي اتنين مش بيكونوا منافسين لبعض لا احنا دائما بنخليهم هم يكونوا متعاونين مع بعض بعد كده الجوائز طبعا دي يعني اقل حاجة قادر اقدر قدمها للفنز اللي عندي طبعا ودي حاجات بتبقى عينية جدا ممكن تبقى عندي حاجة من المنتج من المنتجات الجميلة اه ممكن تبقى عندي حاجة من المنتج في عندي حاجات بيبقى تحولات بودافون كاش عاطول اللي بيكسب معايا بنحوله أعمالنا حاجة موبايلات عملنا حاجة جناهات ذهب و الحمد لله وبعد كده ان شاء الله في القامل اللي جاية هيبقى عندها تلاجئات جسد عجبني حاجة جميلة بقى إنه حتى في توزيع الجوائز كانت اللي اللي يستحق أو للناس فعلاً اللي حابة البراند وحابة حضرتك لا لا وكمان في حاجة تانية إنه هو الناس اللي تستحق اللي هي فعلاً محتاجة الجائزة دي خصوصاً في الجوائز الكبيرة فيعني ده طبعاً يعني شيء رأى حضرتك بتقوم بيه كمان الأجمل والأجمل يعني إنه إنت عملت أكتر من حاجة أول حاجة إنت دعمت فعلاً الصناعة المصرية قدرت تشجع المستثمر الصغير وكمان قدمت مسابقات يعني سوقت المنتج بتاعك بشكل كرياتي بطريقة برضو تخدم الناس بالزبط أنا النهاردة لما بدي تاجر المنتج بتاعي أنا مش هديري المنتج وهسيبه أنا بدي له المنتج وبشتغل أنا من ناحية تانية على الماركتينج فاللي بيطلب بابعته مثلاً سيه لواحلوس كريم مثلاً تاجر معايا فببعته للتاجر ده عشان ما بقاش التاجر إنت مسكت المستثمر الصغير وديته منتج وبعد كده لا ده حضرتك كمان سوقتله شور طبعاً لازم يعني مش بيعته له بس لا كمان بتسوق لازم 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 يعني ده مستثمر وعدين زي ما انت قلت مستثمر بيبقى مثلاً سيه حجمه صغير فلو خد بفلوسه كلها وانت مشتغلتش معه انت عطلت طب عايز عرف من حضرتك طبعاً كلنا بنواجه إحباطات في بداية أي مشروع أو أي بيزنس داخليه أكيد بقى حضرتك قابلت صعوبات ومشاكل أي بقى أكبر عائق قابلته وإزاي برضو قدرت انك تتغلب عليه أكبر عائق قابلته اللي هو كلمة استحالة لما كنت قدل حد مثلاً ديزاين احنا عاملينه مثلاً من شركات كبيرة يعني احنا خلينا برضو نوري الجمهور يعني ايه الدزاين على الطبيعة يعني لو حضرتك تساعديني تقريباً هو فيه أطفال وفيه كمان منه رجالي وفيه ده أطفال ده الأطفال صح أنا قادر أوري أمك حضرتك برضو تورينا فيناك حاجات هي الأستاذة بقى تشرح لنا كل حاجة ده يختلف من ده في الطانع ومن ده سي عادي يعني ده ينفع شتوي وده ينفع صيفي الأطفال القطنة ده مصري صح بصراحة يعني ملمسه كويس يعني واضح إنه هو حتى مش خشن حاجات بقى ضرة للبشرة ماتيريا المعينة ضرة وفيه حاجات مش ضرة طبعاً طبعاً يعني بالذات الحاجة اللي هي في ناس كتير متعرفش المعلومة دي لا الحاجة اللي منها للبشرة على طول لازم تكون صحية يعني لها إن حاجة طبعاً بالذبط لإنه ما ينفعش يكون فيها أي حاجة صناعية ممكن صناعية معنى اللي هو يعني إيه الكالرز بس اللي هو العلوان لكن لازم تبقى كل حاجة على القطن صعب لو بس أقدر أفرقك مع الحاجة معنا صور عايزين نعرض الصور بنشوفها هي الصور تعرضت فعلة من ما إحنا بنتكلم بس إحنا بقى سيبك من الصورة إحنا معنا الأصل بقى إحنا معنا الأصل بقى كمللنا بقى الحكاية دي أوكي طيب دا بيختلف عن أي منتج تاني إن دا بيبقى سعيد طويل تمام؟ وتقيل دا بيبقى زي بالظبط بس خفيف شوية وقصية حلو دا قوي أشوف نعم كمان كمان لوenen لو لو هي مرحة مع حاجة زي كده حاجة زي كده مسلا دي دي conviction إن احنا مسلا لو رأ 하� Rya دا ببقى خards طويل أنا بتصراح مش عارفة وقتفرج على إيه ولا إيه كلهم حلوين أو Air دا أنا كده و الله ده ده تصميم بتاعه مختلف بالظبط اه لأ افردو كده السكرين برضو حتلاقي هتلاقي الدنيا فيك عمال مختلف دراسمات كلها مختلفة اخ 굿 اه لا يعني فعلا شكله اه ديديد حتى اه مختلف اه اه ده انا ممكن اطلع به حلقة لا انا عندي في الرجالي مثلا اقول لك حاجة مثلا عندي مثلا في الرجالي عندي حاجة ازا كده ده مثلا شتوي اه اه لو انت فيمسك معي ده مثلا بيكون شتوي اه ده شرب شتوي لا ده واضح لين هو شتوي اه لازم ما هو لازم لما نعمل براند لازم يكون فيه صيفي وفيه شتوي وفيه موضة بتنزل وموضة بتتغير حتى شكله اه شيك اه طبعا الدزاين دي دزاينر دي اهم حاجة زي ان احنا نشتغل عليه عندي كمان الاطفالي ده حلوة اول اه انت هتوريهم كده يا رحمة ده ده الاطفالي خالص اه ده بيهات اول اطفال بتحب التزاين بسها يا جماعة اه جزني جدا طيب ده بقى دفية من جوه برضو اه طبعا ده دفية من جوه ده بالنسبة للشتوي فيه عندي برضو صيفي كمان فيه برضو ايه افكار جليدة اه ممكن احنا ممكن نطلع كمان من الحاجة وعندي حاجة زي كده مسلا يا روحي اه حلوة قوي ده لا انا عفكرة انا طبعا عشان المساحنا عندي الحمد للرب عندي اه مفضل دي تشكيلة فعلا لا بس يا بصراحة تشكيلة ندرة جدا وجميلة جدا ايوة فعلا يعني زي ما حضرتكم شايفين طبعا فيه كل الانواع والاشكال والالوان والصيفي والشتوي وكل حاجة ومودة بتتغير ومودة بتقدم بالزبط وطبعا يعني احنا حتى مش بنشجع بس يعني طبعا عادي كلنا بنلبس الشراب بس الفكرة انه الشراب ده مش هقولك انه هو سعره غادي لا خالص بالعكس وكمان متوفر وصناعته مصرية وخامته بصراحة والله الامانة جميلة يعني هي هي قدامي او مش كلام حقيقي فعلا الخامة مميزة الواحد حاس انه مرتاح وهو حتى لمسها في الجهة التانية برضو فيه كتير من الناس بتقوم طمعا او بتعمل المشاريع اللي هي الانلاين او افكار البيع من خلال انترنت وغيره فدي فكرة من ضمن الافكار فيه حتى الناس اللي بتشتري كميات وتبيع عادي برضو ده فكرة من ضمن اي بس يعني فكرة من ضمن المشاريع اللي ممكن تقوم بيها بسيطة جمب حاجات تانية لكن سيبك بقى من كل ده الاهم ان انت وش هتخسر عميلك لان يعني فعلا الشراب حاجة نظيفة فانت بالتالي هتقدر تكسب عميلك معاك براند بسوألك لا وكمان معا براند بيساعده في تسويق المنتج يعني اللي هو انت لما تروح لحد بش اقولك دي حاجة مش معروفة فبصراحة يعني احنا بنشيد بالفكرة ويعني احنا قدامنا قدام عينينا مش جايبين حاجة من دماغنا ولا حاجة شفناها حاجة ملموسة وقدامنا وفعلا في كل حاجة يعني مختلف الاشكال والانواع والازواء كمان فطبعا احنا اللي حابب طبعا يتواصل مع استاذ ابو يوسف طبعا هو بيقدر يتواصل معا من خلال الارقام الظهرة على الشاشة وكمان من خلال صفحة الفيسبوك ابو يوسف ابو يوسف كمان وصف حلق السياة طبعا احنا دايما بشتغل على التليجرام التليجرام ده اللي هو ليه انا مش هينفع انتشع على الفيسبوك قوي عشان العميل بتاعي يقدر يبيع عليه فانا موجود على التليجرام انا بقى انا الماركت بتاع التليجرام هو بياخد منه بتادي ان هو يسوق طب عايز اعرف من حضرتك بقى مين اللي كان الداعم ديك وفضل يشجعك من بداية الحلم لحد النهاية العظيمة اللي احنا وصلنا له كل الناس محدش مش حد مميز كده كان على طول مع حضرتك والله كل الناس مش مش عايز لا هي عايزة حد مميز ما علش انا عايزة حد مميز ايه المدام بصراحة يعني ايوة كده ايوة كده هو ده اللي انا عايزيني طب هو اه لا والله انا بشتوق قدام الكاميرا ده اه ايه فعلا حد وقف جامله وكان بيدعم معي الفكر اوي بس بصراحة مانا ما فيش حد في مصر او حد يعني بصراحة ما سابش يعني ان الفكر دي جات له بس في الأول آه كان فيه إحبارات طبعا مش من المدام طبعا كان فيه إحبارات عشان روحوا خبارة كان فيه إحبارات طبعا في الأول وده اللي أنا عايز أقوله مخيب برنانوك ده هتخش في أي مشروع ابتدي خطوة خطوة يعني أول خطوتين تقال جدا وصعبين جدا وفيهم مشاكل كده حضرتك بقى الرسالة دي توجهها لكل شاب يعني أغلبية الشباب دلوقتي تقعد على الأهاوي وتقول ما فيش شغله ومش لقي شغله وإحباطات وقاعدين عايزين مكاتب وعايزين يطلعوا يبقى باشا وقاعد على مكتب ومش عايزين يتعبوا حضرتك بقى وصل لهم الرسالة دي كده وقل لهم أكتر من باين لأنه واضح حضرتك فعلا يعني بنيت نفسك بنفسك بدأت بنفسك برضو من الصفل فطبعا كمان كدوة لأي شاب بيتفرج علينا دلوقتي وكمان التجربة خير الدليل يعني فإحنا قدامنا تجربة حية ملموسة لا لو واحنا نتكلم طبعا أنا عاوز أقول طبعا يعني مصر فيها خير كتير جدا فيها ما شاء الله يعني فيها إيد عاملة مش موجودة في أي مكان فيها مصانع فيها النهاردة يعني خلاص بقى بينافس العالمية إن حد يعرف في شراب زغير قد كده يبهلك الإنبهار ده عن فاشون كبير مثلا زا كان جاكت أو كحاجة زا كده لكن حاجة زا كده يقدر يعملها دي بالنسبة للنوح بيشجع الناس طب عايزين رسالة أخيرة بقى نخطب بها الحلقة الجميلة دي تقولها بقى لكل شاب قاعد بيسمعنا كده أنا لكل شاب هقوله طبعا دي أول حاجة وقاله إن إحنا من خلال البرنامج ده اللي هو اسمه إبدأ بنفسك فعلا إبدأ بنفسك ما لكش دعو بحد بص قدامك ولو إنت هتبتدي مشروع ما تقلتش حد إبدأ بإلا هو شخصيتك إنت وإبدأ بحلمك وفكرتك وركز برضو على حاجتين مهمين جدا يبقى فيه أمل ويبقى فيه عمل برضو هتوصله لو حريك زي ما أنت قلت كده لو فيه أمل وفيه عمل أنت أنت هتوصله وركز أوي فوكس طبعا على حلمك ما تسيبوش هتوصل هتوصل بس خده واحد اتنين ثلاثة يعني مش كنت ناويس الكريم إننا هنا في نصر عايزي نطلع السلم ورواح إن هو عايز ياخد واحد عشر عشرين أصلا لا أنا فتحت محله والله ما اشتغلش معايا يا فاند صح انت فتحت محله لسه محدش وصل لك لا هو عاوز من أول أسبوع يكسب سبحان الله ما هو من أول أسبوع يكسب لا ما هو ما يقسم هتو بقى فتحة مشروع مثلا قعدت حوالي سنة وبتيجي لا أنا زيقت ما فيش داخل داخل دي العكس انت تبدأ سلمة واحدة واحدة وتوصل يعني ما فيش حد بيكتهد وما بيوصلش لكل مكتهد النصيب فهر طبعا طبعا خلينا نبدأ السلم يعني دربع دربعش ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه أو الشي اللي احنا عايزينه في الآخر لكن ما فيش حد بينزل العكس يعني ما فيش أي حد يعني دلوقتي فيه ناس كتير تقولك أنا علشان الكورونا وكلام ده ما فيش شغل والدنيا لا ما فيش حد ما عندهش أفكار اشتغل على نفسك حيويل تطور من أفكارك يعني أفكار بسيطة بتخلق المنتج بتاع أبو يوسف أنا فخورة جدا بالمنتج كلنا فخورين بالمنتج وفخورين بابو يوسف احنا كمان فخورين أكتر عشان ده صنوع مصرية واحنا بنشجع جدا يعني الصنوع المصرية اللي هي بتصب في مناطق كتير جدا بمعنى لما يكون فيه صنوع مصرية فبالتالي الحاجة بتوصل لك بسعرها اللطيف الأوليل اللي طبعا مش عليه أي جمارك مش رخم تاني حاجة تقدر تشتغل وتبيع فيه طريقة الوصول ليه سهلة طبعا لو فدلنا نتكلم أكتر من كده مش هنخلص بس حقيقي الحلقة تمميزة وفخورين جدا بحضرتك وبالمنتجات الجميلة دي وإن شاء الله طبعا يبقى فيه حلقات تانية كتير ويبقى فيه منتجات أكتر من كده وبمشكر حضرتك جدا وبشكرك يا كريم وقسمناك في حلقة جديدة من حلقات برنامج افدأت في نفسك تصبهوا على ألف خير